تريند التريند موجودة عبر السوشيال ميديا لكن الخبر الإيجابي اللي عايزة برزه في هذه اللحظات النادي الأهل فائز بدورة أبطال إفريقيا منذ أيام قليلة طبعا جائزة هذه البطولة بالنسبة للحامل اللقب والفائز باللقب 2.5 مليون دولار طبعا هذه الجائزة المالية زادت على مراحل معينة لكن المفاجأة اللي عايزة أعلنها لكل مشاهدي قناة الأهل وكل مشاهدينا في الوطن العربي رقم 2.5 مليون دولار هذا الموسم هو آخر موسم بالنسبة لهذه القيمة المالية اللي تم اعتمادها من الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الأخيرة وبالتالي ده معناه إيه؟ معناه أن في الاجتماع المكتب التنفيذي يوم الخميس هيكون فيه مقترحات لزيادة المخصصات والجوائز المالية بالنسبة للبطولات الإفريقية الموسم القادم طيب أنا أعرض مع حضراتكم على الشاشة القيم المالية لدورة أبطال إفريقيا اللي كانت موجودة في الفترات السابقة والاعتماد اللي تم للبطولات اللي تمت من 2016 حتى 2020 لأن القيم المالية اللي تم اعتمادها في اجتماع يوم 18 نوفمبر 2016 خصصت وأعلنت أن دورة أبطال إفريقيا قيمت زادت من مليون ونص دولار إلى 2.5 مليون دولار بالزيادة قيمتها 66.6 من 10 الوصيف بعد ما كان بياخد مليون دولار بقى ياخد مليون و250 ألف دولار فالزيادة بقت 25% المهم في الشأن ده وفي الكلام ده أن دورة أبطال إفريقيا عام 2020 هي آخر نسخة بهذه القيم المالية القدامكم على الشاشة بدءا من بطولة 2021 هيكون فيه قيم مالية جديدة لدورة أبطال إفريقيا خلال الفترة اللي جاية الزيادة اللي تمت في الاربع سنين اللي فاتت كانت بنسبة 66% يعني زادت مليون دولار المقترحات اللي دخلة في المكتب التنفيذي في اجتماع يوم الخميس القادم لمناقشة موازنة العام القادم 2020-2021 قد تزيد قيمة المسابقة بعد ما كان الفائز بيحصل على 2.5 مليون دولار قد يحصل من 3 إلى 4 مليون دولار وبالتالي قيم المالية ومخصصات الفائز بدورة أبطال إفريقيا هتتضاعف بالنسبة كبيرة جدا وده بيدي قوة وأهمية لدور الأبطال خلال الفترة اللي جاية طيب بالنسبة للكونفيدرالية أيضا كان الفائز بياخد 660 ألف دولار لكن الزيادة تمت بـ 90% وأصبح الفائز بياخد مليون و250 ألف أيضا هذا الرقم هو آخر رقم ليه السنة دي 2020 من العام القادم هتزيد القيم المالية لكأس الكونفيدرالية طيب كأس السوبر الإفريقي برضو انفراد لنا وحنا بنعرض لكم القيم المالية للأندية اللي بتاخد الجوائز المالية بالنسبة لدور الأبطال وكونفيدرالية كأس السوبر الإفريقي كأس السوبر الإفريقي البطولة القادمة بين الأهل وناطر بركان الفائز سيحصل على مئة ألف دولار والخاسر بيحصل على خمسة وسبعين ألف دولار هذه القيم المالية أيضا تم اعتمادها في آخر أربع نسخ أو آخر سلاسة نسخ لكاس السوبر والنسخة الحالية هتكون النسخة الأخيرة لكاس السوبر بهذه القيم المالية بمعرضك بعد عشرين وعشرين هذه البطولات بيكون فيه اعتماد لقيم مالية جديدة بقرار من المكتب التنفيذ وبالتالي كاس السوبر القادم هتكون آخر بطولة الفائز فيها بياخد مئة ألف دولار وهتزيد المخصصات خلال الفترة اللي جاية ده شيء إيجابي جدا وشيء مميز جدا ودي يعني طبعا أخبار جيدة لكل المتابعين ولكل المشاهدين في مصر وفي الوطن العربي وأصلا كمان كل المتابعين للقرى الإفريقية من خلال برنامج الترند أن الفترة اللي جاية في زيادة للقيم المالية للبطولات الإفريقية بعد نهاية الاعتماد المالي في عشرين عشرين الخيم المالية بتزيد على حسب وعلى حسب النسب ممكن بتزيد لتسعين في المية زي ما حصل في كونفدرالية ممكن تزيد بنسبة ستة وستين في المية زي ما حصل في دور الأبطال وممكن تزيد بين تلاتة وتلاتين لخمسين في المية زي ما حصل في كاس السوبر الإفريقي لكن بشكل عام الجواز المالية للبطولات الإفريقية هيكون فيها زيادة جيدة في الموسم المقبل جائزة دور الأبطال قد تصل إلى 4 مليون دولار وده رقم بالتأكيد هيكون كبير جداً خاصة أن فيه حجم مصاريف كبيرة جداً على الأندية وده طبعاً راجع وناتج بسبب أنه يبقى فيه مصاريف كتيرة بسبب المساحات الطبية وتأثير الكوفيد 19 على كل الأندية فبالتالي المخصصات هتزيد لتعويض الأندية وفي النهاية هي أرقام أعتقد هي سبق هنا لبرنامج التريندي بالنسبة للمرحلة الجاية والأرقام اللي أعلنها من لحظات قليلة واللي كانت على الشاشة دي لأول مرة الناس بتشوفها بشكل رسمي لانت بتوصل لمرحلة أنك جائزة دور أبطال إفريقيا في مجموحها سواء البطل أو حتى الخاسر من دور المجموعات الاتحاد الأفريقي بيصرف ما يقرب من حوالي 12 مليون وخمسمائة ألف دولار بتتراوح ما بين الفائز بياخد 12.2.5 الخاسر أو الوصيف بياخد مليون وخمسين السيمي فاينال اللي بيخرج من السيمي فاينال بياخد 275 ألف دولار مرحلة الكوارتر فاينال دور الـ 8.650 ألف دولار ودوري المجموعات بتتراوح القيم ما بين 550 ألف دولار بالنسبة لمركز الثالث والرابع اللي بيخرجوا من البطولة لكن دور الـ 32 ما فيش أي مخصصات مالية بالنسبة للأندية اللي بتخرج مبكرا سواء في التمهيدي أو في مرحلة دور الـ 32 كل التوفية رب في الفترة اللي جاية النادي الأهل فائز برقم جيد دور الأبطال الـ 2.5 وكاس العالم الأندية هيكون فيه 2.5 والموسم القادم الأرقام بتضعف ويكون فيه زيادة كاس السوبر الإفريقي فيه أخبار وفيه تفاصيل لكن عن قولها في حينها وقبل اجتماع إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي للي بالتأكيد هيكون فيه تفاصيل جديدة وجمهور النادي الأهل مهتم جدا بمباراة الأهل ونهضة بركان على السوبر الإفريقي أخرج لفاصل وبعد الفاصل عندنا كلام أيضا مهم جدا ولكن في ترند الأهلي واليوم بداية الاستعدادات الجدة للموسم الجديد وأول مران بعد الراحة السلبية بعد الفوز بكأس مصر والسلسات التاريخية التي تحققت خلال الفترة الماضية